موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل على قدم وساق تتواصل أعمال البناء في مدينة الطاقة التي يجري العمل بها لتكون أول مركز متكامل لشركات الطاقة مقرا جمعا للمكاتب الشركات الطاقة العالمية والخليجية والمحلية وفي فقرة المستقبل هذا الأسبوع نقف على سير العمل في المدينة وما تم إنجازه حتى الآن معنا في الستيوديو هشام العمادي الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الطاقة يا مرحبا وما السلام حياك الله سيد هشام طبعا معنا تقرير ودنا نشوفه مع مشاهديننا وبعدها نرجع إن شاء الله نكمل حوارنا معك مشاهديننا الكرام خلونا نشوف هذا التقرير التالي عن مراحل العمل في مدينة الطاقة والتي تعتبر إحدى أهم مكونات مدينة لوسيل شوفوا هذا التقرير يعتبر مشروع مدينة الطاقة قطر الواقع ضمن مدينة لوسيل أول مركز أعمال بشرق الأوسط لتلبية احتياجات صناعة النفط والغاز من مواد تجارية وتقنية وبشرية وسيغطي المشروع مساحة مليون ومئتي ألف متر مربع بتكلفة إجمالية يتوقع أن تبلغ ثلاثة مليارات دولار ومع اكتمال إنجاز أعمال البنية التحتية للمشروع يجري العمل حالياً في نحو ثلاثين بالمئة من مشاريع المباني الإدارية ومراكز الإنشاءات وتتوفر في المدينة محطتين للمترو باتت الأشغال فيهما شبه مكتملة وقد تم وضع نماذج الإنارة العمومية وشبكة الطرق فيما بدأت بعض المباني ترتفع على أرض المدينة وتعتبر مدينة الطاقة بمثابة حديقة أعمال ومركز تجمع للشركات المختلفة في كافة القطاعات وخاصة قطاع النفط والغاز وستوفر المدينة كافة الخدمات التي تحتاجها الشركات من مرافق وخدمات لوجستية وفندقية وغيرها مما يؤهلها لتكون منطقة تجارية متكاملة ومركزا محوريا عالميا للطاقة شوفنا مشاهدين هذا التقرير اللي أنا بصراحة انبهرت منه بيض الله وجهكم مهندس هشام العمادي على هذا الجهد اللي أنتوا قاعدون تسوينا طبعا المدينة هذه بعد فترة من الزمن إن شاء الله راح تكون شيء آخر طبعا نحن طبعا المشروع بدأ من فترة نعم ونحن الآن طبعا مرين بمراحل التنفيذ المرحل الأولى نفذنا فيه البنية التحتية وانتهينا من أعمال البنية التحتية والآن نحن في مرحلة التطوير وشركات كثيرة الآن بدأت في تطوير مشاريعها وفي مباني انتهت من التنفيذ وتأجرت يعني أعتقد أول شركة يعني بتنتقل إلى المدينة خلال شهرين أو ثلاثة أشهر نحن يعني نحن قاعدين نستعد الآن نجهز لهم طبعا لأننا فيه في أعمال البناء كثيرة في المنطقة فقاعدين نحاول نجهز لهم المكان والمداخل والمخارج وراح يكون أول شركة إن شاء الله على بداية السنة الله يوفق واحدة من المباني الرئيسية تكون راح تكون موجودة وتشتغل المدينة إن شاء الله أعمال البناء مستمرة الله يوفقكم إن شاء الله الله يوفقهم بفيصل ودنا نعرف الأشياء التي خلصت الآن أو المباني التي تم الانتهاء منها كم مبنى مثل ما تفضلت أن أول شركة بتكون خلال ثلاث أربع شهور متواجدة إن شاء الله مشروع بدأ 2008 طبعا هو أطلاق المشروع بدأ 2008 المشروع طبعا هو أحد المشاريع أعطي مقدمة عن المشروع المشروع طبعا أحد المشاريع الرئيسية في لوسيل لوسيل تنقسم إلى مناطق فمنطقة مدينة طاقي هي مناطق طبعا أحد المناطق التي ستطور في مدينة لوسيل وهي عبارة عن مركز أعمال أو ما يسمى بالإنجليزي بيزنس بارك حدائقة أعمال أول حدائقة أعمال ستكون في قطر وقد تكون المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط المشروع بدأ انطلاقته 2008 وبدأ تنفيذ المشروع أعمال البنية التحتية بدأت في 2010 فإحنا انتهينا كان أول مشروع في الوسيل يخطط وأول مشروع ينفذ وأول مشروع تنتهي من البنية التحتية طبعا هذا من أجمل الشعورة إذا واحد قبل عقب بداية عقب تسليم الآن طبعا هناك 30% من الأراضي يتم تطويرها في مشروع واحد انتهى الآن مثل ما قلت لك في التشطيبات الناهية في مبنى أيضا سينتهي آخر السنة وفي تقريبا 6 أو 7 مباني نتوقع السنة الجاية إن شاء الله تنتهي الآن 25% من الأراضي يتم تطويرها ونتوقع إن شاء الله السنة الجاية يكون 50% من المدينة يعني سيتم تطويرها المباني سيتم البدء فيها طبعا المشروع كبير فيحتاج إلى وقت والتطوير ما يتم في يوم ويلة لكن نحن إن شاء الله نأمل مشروع ضخم وليس كبير يعني مشروع متوسط الحجم يعتبر لكن يعني كمركز أعمال يعتبر حجما جدا ممتاز تكلفة استثمارات تصل تقريبا إلى أكثر من 10 مليار شون تدون تسوقون المدينة كاملة إذا انتهت أول جزء اللي عندكم طبعا في وقت معين راح تنتهي مثلا تحطين في بالكم خطة أن مثلا 2016 أو 2018 راح تكون مدينة كاملة جازة ما عارف متى بناخذ الإجابة منك لكن بعد المدينة تسوق نفسها لكن أنتوا بعد شو خطتكم للتسويق نحن بدأنا التسويق من أول يوم وكان عندنا خطة كبيرة يعني تسويق محلي تسويق عالمي تسويق في جميع الدول دول العالم سواقنا المشروع في جميع المعارض في جميع دول العالم وتواصلنا مع كل شركات الطاقة في المنطقة وفي دولة قطر وتواصلنا مع كل المطورين الموجودين والمطورين الموجودين سواء شركات تطوير سواء أفراد سواء بنوك سواء شركات تأمين كل الشركات التي تشتغل مع شركات الطاقة مستثمر معنا في المدينة وتطور شركات المقاولات أيضا كلها شركات طبعا دعم لشركات الطاقة ما تريد خلص بشكل كامل نتوقع نهاية 2018 لكن المدينة الآن انتهت المباني تزيد يوم بعد يوم فأنا أتوقع السنة الجاي يكون 30% يعني 20% ل30% خلال سنتين تنتهي المباني ونحن نتواصل مع المطورين نحاول إن شاء الله يكون عندنا خطة على أساس أنه 2016 إلى 2018 ننتهي من تطوير كافة الأراضي يعني هاي طبعا إن شاء الله أنه يتم طبعا في جهود كبيرة لازم يتم في هالأطار وشاء نوصل لحق هالنتيجة مهندس هشام أنت تفضلت في بداية اللقاء قلت إحنا كنا أول مشروع تم تطويره في المنطقة انتهينا أول مشروع انتهى من البنية التحتية هذا الشيء طبعا هذا عب ويعطيكم العافية ووصلت لهذه المرحلة في إنشاءات حواليكم هذا الشيء ليس سهل ولكن دائما المستأجرين أو المستثمرين اللي حبين يسكنون في هذه الشركات أو يأجرونها لشركاتهم ويدهم يعرفون إيش الخدمات اللي تقدمونهم لازم تكون خدمات متميزة أساس تكون متميزين عن مناطق البزنس سنتر اللي نسميها أو البزنس البيزنس بارك حدائق الأعمال لو سألتنا بقول لك بزنس بارك نموذج الحدائق الأعمال المنطقة تكون أول شيء قليلة الارتفاعات يعني العادة تكون من أربع إلى خمس طوابق على أساس أن كل شركة يكون لها مقر خاص فيها مبنى كامل ما تكون جزء من دور أو من مبنى آخر هذا النموذج البزنس بارك أو حدائق الأعمال وبعدنا في نفس المدينة يجب أن تتوفر كافة الخدمات يعني إحنا الآن عندنا طبعا الخدمات الحكومية تواصلنا مع كل الجهات الحكومية لتوفير كافة الخدمات الحكومية على أساس أن اليوم اللي يشتغل في المدينة ما يحتاج يطلع يجدد رخصة السواقة يجدد رخصة تجارية وزارة التجارة المرور الداخلية البريد تكلمنا مع كل الجهات خلصت معهم والآن في تحديد خلصنا تقريبا معهم الآن نحدد منطقة يعني في بعض المبادئ أحد المبادئ اللي نحن قاعد نطورها سيتم تحديد موقع يعني أو ألف متر مثلا أو جزء معي من هذا المبنى يقدم يكون جزء نسمي مركز الخدمات عندنا الآن فندق في إطار تطوير إن شاء الله قريب شقق فندقية وفندق ليخدم المنطقة وأيضا حطينا دراسة لكل الخدمات اللي نحتاجها في المدينة مثلا مطاعم مثلا حضان صغيرة نادي صحي مركز صحي صغير صيدلي كل الخدمات اللي يحتاجونها الموظفين ستكون موجودة في المدينة أساسا الموظف ما يخرج من المدينة يكون متواجد في المدينة ويخلص كل خدماته في المدينة فعن في خدمات كثيرة وموجودة يعني عندنا دراسة عنها وراح يتم توفيرها طبعا على مراحل مع تنفيذ المشاريع نحن أيضا نقوم بتطوير الخدمات والموظفين الموجودين في المنطقة الله ينفكم طيب بما يخص أعمال البناء يعني أنتوا إلى أي مدى حريصين على الحفاظ على البيئة والمباني المجاورة لها طبعا شب احنا أول مشروع الحمد لله يعني من الأمور اللي يحتميننا فيها بشكل كبير واحنا أول ممكن مشروع في المنطقة يعني حتى دائما يشار إلى مدينة الطاقة أول ناس ننطبق مشروع المباني الخضراء والليد سرتفكيشن اللي موجودة فجميع المباني اللي موجودة في المدينة معنا نحن قطاع خاص يعني ولكن كان في تنسيق بيننا وبين المطورين على أساسنا كل مباني تكون يعني ما يسمونه ليد سرتفايت أو يكون مباني خضراء صديق للبيئة هل تعتبر احترافية منكم من الإدارة أنه تفكر فيها الشيء مستقبلا طبعا فكرنا فيه من البداية وإحنا كنا من المؤسسين لهذا الموضوع موضوع الأبنية الخضراء يعني والحمد لله كان فيه مردود كان في البداية طبعا فيه فيه خلافات بينه بين المطورين عساس زيادة تكلفة وعملنا عدد من ورش العمل وعملنا عدد من الدراسات وكافة المهندسين عندنا في الشركة يعني خذوا شهادات متخصصة في مجال الأبنية الخضراء والآن يعني التكلفة الآن صارت ما تتعدى 5 إلى 10% ويعني وضعنا طرق ووسائل نساعد فيها المطورين على اساس تطوير هذه المباني كافة المباني بتكون مباني خضراء كل المباني فيها تستعمل الطاقة الشمسية كل مبنى ما في مبنى استثنائي وكل المباني ستكون يعني تطبق أعلى المعايير بالنسبة للمباني الخضراء وأيضا المشروع للمباني الذكية راح تكون أيضا فإحنا كنا من أوائل الناس اللي طبقنا هذا الموضوع في الوسائل يعني من نفسنا من غير يعني وأيضا كان فيه من التعاون مع كافة المشاريع الثانية في الدولة وفي الوسائل على اساس أن نحن نطبق هذا الموضوع الحمد لله الآن يتم تطبيقها في عدد كبير من المشاريع لكن الحمد لله احنا كنا مسباقين وكنا من أوائل ناس اللي نطبقنا هذا الموضوع بفيصل طبعا احنا دائما نتكلم عن المباني الخضراء نعم يمكن المشاهد وده يعرف إيش معنى المباني الخضراء لأن على حد علمي لا يتعدى هذا المحيط لأنه عشان تقل الانبعثات التي تصير في أثناء النقل فهذه المعلومة ممكن صحح لنا ياها وتقول لنا إيش أكثر عن معلومات المباني الخضراء المباني الخضراء هي مباني يسمونها صديق مواصفات المباني واستهلاك المبنى يصمم ويدرس بطريقة أن تكلفة أو استهلاك المبنى للطاقة تكون من خفضة أقل من المباني العادية يعني إذا المبنى مثلا مبنى ألف متر يستهلك مثلا قلنا مبنى عادي يستهلك مثلا خمسين كيلوات هذا المبنى يصمم بطريقة يدرس بطريقة العوازل القزاز المواصفات بعض المواد التي تضع في المبنى يصمم بطريقة أن تخفض المعدل مثلا من خمسين إلى ثلاثين وفي طبعا طرق لهذه الموضوع في استشاري متخصين في هذا الموضوع وفي نقاط تأخذها على نوعية المواد على نوعية العوازل تستخدمها وتصل في درجات هناك درجات متقدمة مثل يسمونها البلاتينيوم الذهبية والفضية على حسب النقاط وعلى حسب كفاءة المبنى فأشان أنت توصل إلى كفاءة معينة تحتاج الطبق تستخدم أنظمة معينة مواد معينة تصميم المبنى أصلا يعني دخول الشمس خروج الشمس تهوية المبنى حتى يتعلق الموضوع بالعوازل يتعلق الموضوع بالأنظمة التي تحطها داخل المبنى يتعلق الموضوع بالكفاءة استهلاك المساحات بالمساحات الخضراء شو نصممها بطريقة معينة على أساس أنك أنت تتفاد مثلا دخول الشمس وخروجها وأمور كثيرة فبهى الطريقة تخفض استهلاك المبنى يكون عمره أطول يكون كفاءة طبعا عمره أطول لأن أصلا أنت عشان توصل إلى كفاءة أعلى لا تحتاج تستخدم مواد يعني تكون أفضل ومواد ذات تقنيات عالية ومواد تكون كفاءتها أفضل حتى الكميات تكون أكثر المهندس هشام العمادي رئيس التنفيذي لشركة مدينة الطاقة بإضاء الله وجهك على هذه المعلومات شرفنا في مامجة الرحيم شكرا 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 لك نبغي إذا انتهى إن شاء الله قبل أن تسلمون المبنى الأول تولغونا عشان نجي نغطي أول بول إن شاء الله ندعيك كحق منها لكم إن شاء الله شكرا 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 لكم وقصرت لحظك مشاهدين ننتقل الآن إلى كتارة مع نديب قناة الريان أحمد الشمري لينقل لنا فعاليات احتفالية اليوم العالمي للمعلمين وتكريمهم حياك الله يا أحمد والكلمة عندك الله أحييك يا حمد أنت وخوي حمد وجميع مشاهدينا ومستمعينا الكرام أنا الحين متواجد في قاعد كتارة طبعا مثل ما كلنا نعرف كاد المعلمين يكون رسوله واليوم نشكر مجلس الأعلى للتعليم على تكريمهم للمعلمين اليوم طبعا مثل ما أنتم عارفين اليوم هو اليوم العالمي للمدرسين طبعا هو 5 أكتوبر لكن 5 أكتوبر إن شاء الله رح يصادف العيد فعلشان كذا سوى واحد أكتوبر وكان اليوم هذا التكريم بعنوان شكرا رسول العلم طبعا بصراحة يعجز اللسان عن شكرهم مهما سوينا ومهما وفينا فهم مخرجين الأجال اللي سوف تنفع هذا الوطن أنا معايا أحد المدرسين اللي قضى 39 سنة في هذا المجال معي اليوم الأستاذ ابنيان بن مسفر الدوسري مدرس العلوم الشرعية بالمعهد الديني أبوي تفضل معايا مرحبا وسلامك أبو عبدالله شلونك؟ أرحبك بطول عمرك هدايا مبارك لك على التكريم هذا وتستاهل وكثر إن شاء الله الله يبارك وعمرك يحييك الله يرحم مولديك نبي شعورك أنت قضى 39 سنة في هذا المجال شعورك بعد هالتكريم هذا اللي إن شاء الله أنه يوفي ولو القليل من حقكم الغبطة والسرور والفرح والسعادة هذا شرف وتكريم والحمد لله على ذلك تستاهلون تستاهلون يا أبو عبدالله أبو عبدالله أنت تقضي 39 سنة في هذا المجال وهالتكريم الكبير الضخم بحضور وزير الشباب وبحضور وزير التعليم أيضا شخصيات كبيرة جاءت هنا عشان تقيم وتقدر العمل الكبير اللي سويته شون ينعكس هذا على عطاء المدرس هذا يحث المدرس على مزيد من بذل العطاء والبذل في التعليم ويحثه ودافع له ونبراس يمشي عليه نعم عبدالله أنا ما أنا بنكبرك نفع توق شباب إن شاء الله أنا شباب ما عليكم خدمة هذه خدمة للأيام يعني عبدالله أمس واليوم شلون التدريس اختلف 180 درجة شون تشوف الاختلاف الاختلاف كبير التعليم طال عمرك انتقال نقلة نوعية كبيرة تغير كل شي حين طال عمرك في المقال التعليمي هي فرق كبير سواء في الوسائل التعليمية في المباني المدرسية في القاعات الدراسية في الوسائل المستخدمة كلها تغير الآن كلها أجهزة وكمبيوتر وشاشات عرض وبرامج صحيح التعليم صار أكثروني الحين وشي يختلف عن قبل حتى أصبح أفضل وأسهل صح أبو عبدالله الأبو بالعادة يقولون الله يعينه مسؤول عن بيت ومسؤول عن عيال لكن المدرس مسؤول عن بيت وعيال ومسؤول عن صفة اللي هو فيه كم طالب يعني بالعادة 35 طالب واكثر أنت 39 سنة كم طالب خرشت أجيال شنون عكسة هذه على حياتك هل هي كانت أسعد لحظات حياتك طبعا يامل أعوزوك الطلاب وفيه طلاب ميزين وفيه طلاب يمكن تذكرهم للحين وفيه طلاب يمكن أنت الحين تشوفهم مسكين مناصب في الدولة ويذكرونك لحد الحين شنون عكسة هذه على حياتك هل هي أسعد لحظات حياتك على قولتهم والله مثل ما قلت إنها أسعد لحظات حياتي مجموعة منهم قالني سلمان علي اللي يقول درسني في الابتدائي واللي في الإعدالي وهكذا سأل الله يذكرك بالخير إن شاء الله وإن شاء الله ذكرك طيب إن شاء الله يا ربع سأل الله يعطيك الصحة والعافية نبي منك رسالة للجميع لمن حب توجه رسالة للطلاب للمدرسين للتي تحب والله الرسالة أول شيء وهذه فرصة سعيدة واليوم هذا يوم متميز وأدعي الجميع إلى التقوى والطاعة الله يرحم والديك الله يعطيك العافية الأستاذ ابنيان بمسفر الدوسري بيضى لواجهك ماك الصحة تبع عبد الله وإن شاء الله يا رب الله يمد في عمرك إن شاء الله وتكون شغول ما دري شغول غير التكريم بعد مئة سنة إن شاء الله الله يعطيك العافية وياك الله وياك يا مرحبا السلام الله يعطيك العافية أخواني في الستيديو هذا ما كان كل شيء بالنسبة لي أنا إن شاء الله بعد شيء برجع لك بعد مع مدرسين اثنين اجداد وجد يعني هذا الحفل يسعدني أنا كاني أنا كنت طالب في يوم من اليوم أشوف مدرسين قاعد يتم تكريمهم وجد هذول اللي يستحقون التكريم هذول اللي يعجز اللسان عن شكرهم مهما وفينا ومهما كفينا وعملنا في حقهم فهو قليل نرجع لكم في الستيديو وانتظرون إن شاء الله بعد شيء أرجع لكم تغطية ثانية ما قصرتي يا أحمد وأكيد إن شاء الله لنا رجع معاك مثل ما قلت ولكن مشاهدينا الآن فاصل قصير ونرجع لكم إن شاء الله اشتركوا في القناة